السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكم عائلة الغالية في هذه الحلقة وكما عودتكم سوف نتطرق لموضوع مهم تلبية لرغبة بعض الأصدقاء الأوفياء الذين طلبوا مني ودعا حلقة عن أهم الأغذية التي أتبعها في مختلف المواسم التي تمر منها الطيور خاصة موسم التجهيز والتزوج لكن قبل الموضي في الموضوع طلبا وليس أمرا أرجو منكم أعزائي الكرام المزيد والمزيد من الدعم والاشتراك في القناة حتى تقبر عائلتنا الغالية عائلة عالم رياض لطيور الزينة وكذلك أضغط بقطرة على زر الإعجاب بالحلقة لنصل إلى مئة لايك كشكر منكم على مجهودتي وتشجيعي أكثر لتقديم المزيد والجديد كما أتقدم بأحر التهاني لإخواننا الأمازيغ في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وباقي بقاع العالم بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة 1972 متمنية لهم كاملة الصحة والعافية أسقاس أمينو إغودان أما الآن فلنتوكل على بركة الله فمعلوم أعزائي الكرام أن طيور الزينة التي تكون موضوعة في الأقفاص ومزارع تربيط الطيور تعتمد في حياتها كلها علينا وعلى ما نقدمه لها عكس الطيور في البرية التي تقتاته على ما يحتاجه جسمها لذا وجب علينا أن نعمل جاهدين لتوفير كل ما تحتاجه طيورنا في الأقفاص حتى تتحيي حية جيدة وتبقى معنا لمدة أطول وأهم شيء نركز عليه هو الطعام الجيد والمتكامل زائد النظافة سواء نظافة الطيور أو مستلزماتها ثم كذلك الانتباه إلى صحتها من خلال علاجها في حالة ما كانت تعاني من أمراض الماء لكن في هذه الحلقة سوف نتطرق للنظام الغذائي الضروري لطيورنا حتى تتجاوز جميع المراحل التي تمر منها بشكل طبيعي وجيد فأولا فيما يخص البدور فبالنسبة للببغاوات فإننا نحتاج خلطة مكونة من واحد كيلو جرام من الدخن أو ما يسمى بالبشناء أو الجاورس سواء كان الأبيض أو الأحمر أو هما معا وذلك كان أفضل للطيور ثم نضيف لهم نصف كيلو جرام من الزوان أو ما تسمى ببودور الكناري بالإضافة إلى مئة جرام من بودور اللفت ومئة جرام من الشوفان ومئة جرام من بودور القنب بالإضافة إلى خمسين جرام من بودور حبة حلاوة أو ما يسمى بليانسون ثم نخلط كل هذه الحبوب ونقدمها في المعلفية للطيور كل يوم في فترة التجهيز وتزاوج مع ضرورة إضافة القليل من ملح الهيمالايا كما يظهر لكم في الصورة كما يجب علينا أن نقدم بموازاة ذلك خليطا من الفول السوداني زائد بودور نور الشمس زائد المكسرات سواء الجوز أو اللوز أو الفصق أو البندق بالإضافة إلى الضرة سواء كانت رطبة كما في الصورة أو جافة ومهروسة كما يظهر لكم جاليا في الصورة أما بالنسبة للنظام الغذائي لطيور الكناري وغيرها من الطيور المغردة فإننا نحتاج في مرحلة الراحم ومرحلة غير ريش إلى 63% من بودور الكناري مثل الزوان زائد 16% من بودور اللفت زائد 6% من بودور اللفت الأسود زائد 5% من بودور الكتان زائد جوج فاصلة 5% من بودور القناب زائد 1.5% من بودور النيجر بالإضافة إلى 3% من الشفان المقشر أما في مرحلة التجهيز والتزاوج فإننا نحتاج إلى خلطة مكونة من 40% من بودور الكناري زائد 20% من بودور النيجر زائد 16% من بودور اللفت و8% من الشفان المقشر زائد جوج بالمئة من بودور القناب بالإضافة إلى 8% من بودور الكتان ومعلوم أن هذه الخلطة تستعمل بالخصوص في فترة التزاوج لكونها تزيد نسبة الخصوبة بشكل ملحوظ وتعمل على تفادي البيض الغير مخصب أما في مرحلة التفريخ وتربية الفراخ فإننا نحتاج خلطة مكونة من 41% من بودور الكناري زائد 30% من بودور اللفت زائد 8% من بودور الكتان بالإضافة إلى 7% من بودور النيجر زائد 6% من الشفان زائد 4% من بودور القناب بالإضافة إلى جوج بالمئة من بودور البيضاء زائد جوج بالمئة من بودور الشوك كما يمكن استعمال خلطة أثناء مرحلة التخصيص ومحاربة التشحيم وهذه الخلطة تتكون من 99% من بودور الكناري زائد 12% من بودور اللفت زائد 5% من الشوفان المقشر زائد 4% من بودور الكتان زائد جوج بالمئة من بودور القناب زائد 1% من بودور النيجر كما أن كل هذه الخلطات المدكورة سابقاً يمكن أن نضيف لها 5% من بودور حبة حلاوة أو لينسون مع عدم نسيان إضافة القليل من منح الهيمالايا كما يظهر في الصورة ثانياً الخضر والفواكه فبالنسبة للخضر نجد الخيار وذلك لكونه غني بجميع الفيطامينات والبروتينات التي تحتاجها طيورنا ويمكن تقدمه لها إما على شكل شرائح دائرية أو مبشور وكذلك على شكل سائل في المشربية ثم كذلك الفلفل الحار سواء كان أحمر أو أخضر حيث نقدمه لطيورنا خاصة الدكور بحيث يزيد من نشاطها الجنسي ويرفع من نسبة تخصيب الإناز كما أننا نقدمه ببدوره الداخلية لكونها مفيدة لطيورنا لكن لا يجب علينا الإكتار منها ويكفي مرة واحدة في كل عشرة أيام رابعاً البروكلي فهو غداء مفيد وفعال حيث يحتوي على مجموعة من البروتينات والفيطامينات المهمة خاصة فيطامينات المهم لجهوزية الدكور والإناد خامساً الجزر فكلنا يعرف فوائده حيث يمكننا أن نقدمه لطيورنا إما على شكل سائل في المشربية أو مبشور أو على شكله الطبيعي سادساً ننتقل إلى العنصر ما قبل الأخير معنا في هذه الحلقة وهو الخص الذي بدوره يحتوي على عناصر مغدية مهمة لذا يجب على مربي طيور الزينا تقديمه لطيوره خاصة في مرحلة الإنتاج ومرحلة غيار الريش أما بالنسبة للفواكه فأهم مكون معنا هو التفاح بحيث أنه فاكهة مهمة لطيورنا لاحتوائه على مجموعة من الفيطامينات والبروتينات التي يحتاجها جسمها كما أنه يمكنه تقديمه لها على شكله الطبيعي بعد إزالة بذوره الداخلية أو نقوم ببشره كما يمكن أن نصنع منه خل التفاح ولمن أراد التعرف على طريقة الصحيحة لصناعة خل التفاح سوف أترك رابط الحلقة في صندوق الوصف ثم ننتقل كذلك إلى بعض الحبوب والنباتات حيث نجد أولا الحمص وهو محفز جنسي طبيعي خارق كما أنه رافع للمناعة حيث يمكن أن نضع من حبة واحدة في المشربية إلى ثلاث حبات كما يمكن أن نغلي ما مقدره خمسة عشر حبة للزوج الواحد وذلك لمدة عشرون دقيقة ثم نتركه ليبرد وبعد ذلك نقدم المحلول أو ماء الحمص في المشربية في حين نقدم الحمص في المعلفية زيد على ذلك يعتبر بمثابة حل لتفادي البيض الغير المخصة ثانيا الخروق وهو عنصر مهم في جامع الأدوية والمحفزات الجنسية الصناعية وذلك نظرا لما يحتويه من محفزات جنسية قوية لذا ينصح باستخدامه خاصة في موسم التزاوج وأنا عن نفسي لا أستغني عنه أبدا أما عن طريقة تحذيره فإنه يطل شرحها لذا سوف أترك لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف لمن أراد طريقة تحذيره بشكل صحيح وسليم ثالثا كرافز فلا يمكن الحديث عن كل عناصر التي سبق الحديث عنها دون ذكر نبات الكرافز الذي يعتبره من المهيجات الجنسية الخرافية لذا وجب علينا عدم حرمان طيورنا من هذا النبات ويقفي فقط غسل كمية قليلة كما في الصورة وتقديمها لزوج واحد كما يمكن مزه مع الخلطات ثم ننتقل إلى الزنجبيل الذي يعتبر بدوره محفز جنسي طبيعي أبان عن فعاليته لذا لا يجب إهمله وتقديمه للطيور بشكل منتظم حيث يمكن أن نضيف نصف ملعقة صغيرة من مصحوق الزنجبيل إلى لطر ماء كما يمكن أن نستعمل الزنجبيل الطريق كذلك يكون أفضل وأقوى مفعولا وفي الآخر لا يمكن أن ننسى العناصر التي تحتوي على نسب مهمة من الكالسيوم المفيد خاصة للإينات لأنه يدخل في صناعة قشرة البيضة وبناء عدم وعادلات الفراخ ونخص بالذكر هنا البيض المسلوق فهو بدوره غني بالبروتينات خاصة الكالسيوم إذ نقوم بسلقه في الماء مع إضافة الملح وذلك لقتل الجراتيم والبكتيريا المتواجدة على قشرة البيض ولمنع هذه الأخيرة من دخول للبيضة في حالة انكسارها فهو أسلوب وقائي أما عن الكمية التي يجب تقديمها لطيور فبالنسبة للطيور صغيرة الحجم كالكناري وغيرها فربع بيضة تكفي لزوج واحد أما بالنسبة للببغوات فنصف بيضة تكفي للزوج الواحد كما أننا نقدمه مرة في الأسبوع كما يجب أن نعتمد كذلك على رمال البحر والصدفيات وقوقعة الحلزون بالإضافة كذلك إلى رمل النمل والكلس والسيبيا أي عدم الحبار حيث يجب وضعها في الأقفاص طيلة السنة خاصة بالنسبة للإنات المقبلة على وضع البيض زيد على ذلك أن الصدفيات المطحونة ولمال البحر وغيرها تعتبر بمثابة أسنان للطيور ومعدتها لكونها تتوفر فقط على حويصلة بدلاً من المعدة التي تطحن الطعام بالإضافة إلى ذلك كون مجموعة من مربي طيور الزينة يعانون من نفور الإنات لبيضها أو قيامها بتكسيره وأكله فلا يعلمون أنها تعاني من نقصان حاد في نسبة الكارسيوم لذلك وجب توفير هذه المكونات في الأقفاص كما ينتج عن نقصانه كذلك تساقط ريش الطيور وفي الختام وكنصحة لجميع مربي طيور الزينة سواء الهوات أو المحترفين فإنه يجب تقديم الخضر والفواكه بشتى أنواعها وذلك في فترة الإنتاج والتجهيز وذلك من مرة إلى مرتين في الأسبوع مع غسلها جيدا بالماء حيث نقدم كل يوم عنصر سواء خضر أو فواكه أو مكسرات أو محلل ووصفات وأعشاب حتى يمر الأسبوع كله بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية وذلك حتى نساعد طيورنا الجميلة في الاستعداد التام للتزاوج وبالتالي وضع فراخ تتمتع بصحة جيدة والمهم القاعدة العامة لا إفراطة ولا تفريط وإلى هنا أصدقاء المتابعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم التي خصصناها للحديث عن أهم الأغذية التي يجب علينا توفيرها لطيورنا في فترة التجهيز والتزاوج فعلى أمل أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم لا تبخلوا على أخكم رياض بالدعم الوفير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديدين ودمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء عائلة الغالية اشتركوا في القناة